مساء الخير مساء السعادة مساء النصر والعزة والكرامة احنا النهاردة في حلقة جديدة من ترانز وحلقة خاصة جدا لان احنا بنحتفل معاكم بمرور 51 سنة على انتصارات حرب اكتوبر بس تعالوا زي ما عودناكم دايما نبتدي بفقر ترانز of the week احتفالات اكتوبر تتصدر التراند مقساة لبنان مستمرة يد الاهلي تكتب التاريخ ويلا بينا نعرف كل التفاصيل اتصدرت احتفالات نصر اكتوبر وتخريج دفع جديدة من الاكديمية العسكرية التراند خلال ايام اللي فاتتها وشوفنا اكتر من فيديو انتشر بشكل كبير جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي واللي كان منهم طبعا الفيديوهات اللي ظهر فيها طائرات الدرون وهي بترسم شعار الكليات الحربية وتاريخها واشكال الشعار بتاعها على مدار التاريخ وكان برضو من المشاهد اللي انتشرت بشكل كبير هو الفيديو الخاص بعرض المهارات العسكرية بالسلاح واللي ظهر فيها مهارات طلاب الكليات العسكرية المصرية بشكل كبير جدا وطبعا كانت الفيديوهات الخاصة بالعروض الجوية والعروض العسكرية والمظلات من أكثر الفيديوهات اللي تم تدولها على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وخصوصا أنها أظهرت مدى قوة وعظمة الأسلحة المختلفة في الجيش المصري وللأسبوع التاني على التوالي لسه مقساة الشعب اللبناني مستمرة وده بسبب طبعا العدوان السهيوني الغاشم على الأراضي اللبنانية واللي خلف عدد كبير من الضحايا والضمار والخراب الكبير وانتشر أكتر من فيديو على السوشيال ميديا سجلها مواطنين من لبنان للحظات وقوع انفجرات قوية وصفوها بأنها غير مسبوقة وكانت نتجتها ضمار كبير جدا في أجزاء كبيرة من الضحية الجنوبية ببيروت وبعيدا عن السياسة اتصدر الترند الإنجاز التاريخي اللي حققه فريق كورت اليد بالنادي الأهلي بحوص دول برونزيب بطول كاس العالم للأندية واللي كانت بتصطدفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد فوزه على فريق برشلونة بالنتيجة 32-29 وطبعا اتصدر الإنجاز ده الترند وشفنا احتفالات كبيرة جدا على السوشيال ميديا وخصوصا أن دي المرة الأولى في تاريخ كورت اليد المصرية اللي يقدر فيها فريق يحقق مركز متقدم في بطولة العالم للأندية وبكده نكون خلصنا فقرة ترانز أوف دا ويك ودلوقتي جي معادنا مع فقرة سكوب دايما شهر أكتوبر بيكون مرتبط في ذهن كل مصري بحرب الكرامع وتحرير الأرض والعبور العظيم ومن أول يوم في الشهر الآخر يوم في الشهر بنكون بنحتفل ونتفرج على كل الأفلام التاريخية اللي هي علاقة بالفترة دي وطبعا بكل البطولات اللي أم بيها أبطال القوات المسلحة المصرية مين فينا ينسى فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي والفيلم طريق الليلات ولا إعدام ميت ولو تكلمنا طبعا على المسلسلات هنلاقي رافط الهجان طبعا والحفار ودموع فيها عيون وقحة وغيرهم كتير وكتير من الأعمال الدرامية وكمان السينمائية التي ترب عليها أجيال كتير جدا وهنا يجي سؤال مهم إحنا ليه ما بقاش عندنا عمال درامية وسينمائية حديثة للأجيال الجديدة وتعرفهم تاريخ بلدهم العظيم وكمان طبعا بطولات الشعب المصري والجيش في المرحلة دي وخصوصا في زل كل حمالة تشوية التاريخ اللي بقنا بنشوفها على السوشال ميديا علشان كده لازم يكون معنا دلوقتي مداخلة مع النقيدة الفنية دعاء حلمي عشان نعرف منها كل التفاصيل إزاي حضرتك؟ الحمد لله خير كله تمام في البداية عايزين نعرف منك ليه ما بقاش فيه أعمال فنية بتتكلم عن مرحلة حرب أكتوبر هو في البداية إحنا الأسلام التي تعملت كانت متأثرة جدا بالحالة المزاجية للشعب والحالة العواطف والمشاعر والانتصار وكل ده فبالتالي الأسلام اللي تقدمت لأن دايما ما بتقدمي أي فيلم خاص بالحدث ما بيبقاش متناول كل الجوانب فبالتالي أنت لأ عندك أساسا ضعف وهشاشة في الأسلام اللي تقدمت أصلا عن حرب أكتوبر فبالتالي إحنا دلوقتي عندنا مشكلة أن التاريخ حد تاني هو اللي بيحكيه عشان كده بنشوف المصص الأجنبية بيتم رصد الأحداث التاريخية اللي ليها جزء ويمستنى إحنا هم اللي بيكلموا عنه ده تجيه أننا غفلنا عن أننا نحكي الحكاية بتاعتنا فبالتالي طبعا عندنا تأثير كبير السبب أسباب كثير أولا لأن أنت محتاجة ميزانيات ضخمة عشان تعملي أفلام بالمستوى اللائق اللي هتكلمي فيه عن حرب مجيدة حرب أخيرة حصلت في هذه المنطقة أنها كانت حرب النظامية الأخيرة في الشرق الأوسط أو في منطقتنا العربية تحديدا فبالتالي أنت لازم تبقى على قدر الحدث فبالتالي الكتابة أكيد هيبقى فيها هيبقى عندنا مشكلة في الكتابة لأن مين اللي دلوقتي هتلاقيه على وزن كاتب كبير زي صالح مورسي أنه تطلعي منه عصارة الجبال العظيمة اللي مرت بيه كمواطن ضمن الشعب المصري بيمر بالظرف السياسي ده فأنت مين أولا هتديبي ورق ده بالشكل اللي احنا محتاجينه حاجة تانية التكلفة الانتاجية الضخمة اللي انت هتترصد لها إحنا شفنا طبعا فيلم الممور وفيلم السيرب ومسلسلات كتيرة أوي الحمد لله الفترة الأخيرة بداية من الاختيار هجمة مرتدة كان عندك مسلسلات كتيرة جدا تناولت الشكل العسكري لمصر بس 73 تحديدا ده بقى دي اللي محتاجة فيها يعني تكسيف وتكريس عشان ما حدش تاني يجي يحكي لنا حكايتنا إحدى طيب حدريك بتقولي مين اللي هيجي ومين طيب قللنا بن وجهة نظرك إزاي نعمل فيلم جيد خلينا نتكلم بطريقة إيجابية أكتر إزاي نعمل فيلم جيد وناجح عن فترة حرب أكتوبر وخصوصا أن الفترة زي مليانة بالقصص والحكايات اللي لسه ما تحكيتش أولا الجانب الإنساني للشعب المصري لأن احنا رقفة الهجان أثر فينا لغاية النهاردة بشكل كبير جدا عشان بيين لنا البني آدم ده كان عبارة عن إيه من المآخذ أحيانا اللي كنت بأخذها على أي مسلسل بيتناول ناحية العسكرية أنه بتبقى جفة شوية ما بحتاجش أن أنا عايز أشوف البصل بتاعي ده اتعامل إزاي ده ربنا اللي عمله يعني ربنا صنعه على إيده عشان يبقى شهيد أو عشان يبقى صاحب رسالة كبيرة في أرض طهرة فبالتالي أنا محتاجة أعرف أكتر الأبطال دول اتربوا إزاي عاشوا إزاي حبوا مين قصص الحب اللي كانت في حياتهم لأن أكيد كل واحد فيهم كان ليه حبيبة مستني أنه هو يرجع لها سواء كانت مامته أو أخته أو بنته أو مراته تبقى حاجات إنسانية أكتر يعني نركز على الجزء الإنساني أكتر حضرتك أصدقى بالإضافة بقى لأن أنت تغذلي في الظرف السياسي للمنطقة أنت إيه الضغوط اللي كانت عليكي أنت إزاي قدرت تخرجي من عنقه الزجاجة إزاي قدرت تتحدي ظروف مصنوعة عشان توقعك فبالتالي أنا كل ده محتاجة أحس بيه بشكل أن أنا جوه الحدث مش مجرد متفرج أو متلقي أو بتفرج بتفرج على حدث عسكري مجهل زي ما احترامنا إحنا بنتفرج دلوقتي على الأسلام بتاعة الحرب العالمية الأولى والتانية لكن هل دي توساوي وتوازي الحفاظ على أرض سينة؟ لأ مع احترامي ما يجوش فينا حاجة خالص لأن ده حق تاريخي من أيام الفراعنة فبالتالي أنت ما أنتش بنت مبارح عشان يتقدم عنك عمل استهلاكي خفيف أو أن أنا بداعب دي القوى الوطنية والحماس الوطني وما إلى ذلك لأنه لو بس عيني حماس الوطني أو شحن فكرة الضفعة المعنوية الدافعة تبقي وراء بلدك بس ده كمان بيخفط مع الوقت عشان كده رفت الهجان عايش لغاية دلوقتي في حين أعمال كثيرة جدا للأسف بتفقط من ذاكرتنا فهي الفكرة بقى ألمس الوجدان إزاي هو ده وانص إن إحنا لقينا عمل يلمس وجداننا لازم الدولة تنتجوا بشكل يليق بالحدث وأكيد هيحصل ده لأن القريدي بيحصل في أعمالنا كلها يعني مع مدرش ننكر النقلة التكنولوجية والمصرية اللي بقت عليها الشركة المتحدة بإنتاجاتها الضحمة بشركات إنتاجنا المصرية لا إحنا بقينا قادرين على المنفقة ومين يقدر يعمل مسالسة زي الحششين مين يقدر يعمل مسالسة زي جودر لا إحنا كبار بس إحنا كنا ناسين إن إتلخمنا بس كده النقدة الفنية دعاء حلمي بشكر حضرتك جدا على المداخلة طيب دلوقتي تعالوا نروح نشوف رأي الناس في الشارع وإيه الأفلام وإيه كمان الأعمال السنوائية اللي بتفكرهم بحرب أوكتوبر هو يوم جميل يوم الحرب ويوم السلام يوم اللي بنعيش فيه دايما على طول فيه احتفال كل سنة به ومسلسلات الجميلة اللي بنشوفها رأفة الهجان مسلسلات بتاع عدل الإمام يعني كل سنة بالعيش اللي يوم جي الجميل ده ستة أكتوبر هو أهل الحاجة كانت تابعا للواحد بأخذ اليوم ده أجازة عشاني نتفرج على الأفلام والحاجات اللي بتفكرنا بالمالحمة العظيمة بتاع ستة أكتوبر يعني فيه أفلام كتير قوي بتزيع يعني فيلم الطريق الهيالات ده بقى عجبني جدا وطبع المسلسلات زي رأفة الهجان زي جمعة الشوان كل الحاجات بتاع المخابرات دي يعني تحسي بالشياء وتتفرجي لها أكتب فيلمه طبط عندي بذكة نصر أكتوبر أيام السلسلات عشان حاجة عشان طبعا أستاذ أحمد زاكي فيه كان عامل شخصية السلاب بطريقة أنا صدعته أنه هو السلاب بس كده فيلم الطريق الهيالات وسلسلات رفعة تمثلات رفعة جمال رفعة الأجان وتمثلات جمعة الشوان كانت حلوة برضو كانت جميلة كلها تمثلات دي كلها جميلة بفكرنا بالأيام الحلوة المشهد الانتصار ورفع العالم الله أكبر وطبعا التجارات دي حاجة تانية وقديني إحنا رجعنا أرضنا فيلم الهوة بتاع محمود ياسين رصاصة لا تزال في جيبي ده كان عظيم بيعبر عن شهر أكتوبر سيئة أكتوبر كان عندنا في المدرسة كان بنرسم حاجات وأن يكون يوم أجازة أصلا نكون بنحبه أول يوم ده وكان بالنسبة ليوم يعني بأتفرج على أفلام كترة قوي بخصوص الحرب سيئة أكتوبر ده زي أفلام كترة جدا وبالنسبة ليوم ده عمره ما يعتنسي حتى والدي كان بيحكيه لعلي كتير قوي أكتر مسلسل بيكون مسلسل رقفة الهجان ده بحبه جدا وفيه فيلم رصاصة لا تزال في جايبي بتاعت محمود ياسين فالفيلم ده مميز جدا وفيه فيلم الممر كمان فبيبقى اليوم لطيف وأنا أساسا بحب أتفرج على الأفلام فبيبقى يوم جميل يعني أجازة وأفلام فتبقى حاجة حالوة وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا استنونا دلوقتي جي معادنا مع فقرة السوشال لاب وزي ما انتوا عارفين أننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في أكاونت فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشال ميديا ونجمي السوشال لاب النهاردة الفنان التونسي زافر اللعب دين اللي دلوقتي متصدر ترند السوشال ميديا بعد عرض مسلسله الجديد البحث عن علاء الجزء التاني واللي بطولة الفنانة هند صابري ساوسان بدر هاني عادل ونادا موسى والنجمة محمود الليسي هو من إخراج هادي البجوري وتأليف مجموعة من الكتاب تحت إشراف هند صابري زافر كمان بيستعد العودة للدراما المصرية من خلال مسلسل سكة السلامة اللي هيتعرض في رمضان عشرين خمسة وعشرين بعد غياب ست سنين عن الماراثون رمضاني تعالوا نبدأ بالإنستجرام بيتابع زافر العبدين أربع مليون متابع وهو بيتابع سبعمائة ستة وتسعين أكاونت منه من نجوم من الوسط الفن ونشر حوالي ألف ستة وخمسين صورة وفيديو أكاونت زافر زي أي فنان بيحب ينشر أعماله ويعلن عن الجديد منهم دايما ولكن لفت نظرنا حب البلد وتونس وإنه دايما مهتم أن يكون لي أعمال هناك وكمان دايما بيكلم باللغة التونسية في أي فيديو وآخر قوس نشره بيعلن فيه عن فيلم الجديد سوفيا وهو فيلم رواقي طويل والتالث له من كتاباته وإخراجه وكمان إنتاجه طبعا الإعلانات والفوتو ساشنز مسيطرة على الأكاونت بشكل كبير فنشر تقريبا أكتر من مئة صورة ليه من الإنستجرام نروح للفيسبوك بيتابع زافر ثلاثة مليون وثمانمائة ألف أكاونت وهو بيتابع أربع أكاونت منهم رامز جلال وبكده تكون خلصت فقرة السوشال لعب ولسا مكملين كلامنا عن يوم القرامة والعزة يوم النصر 6 أكتوبر واللي بتيجي الاحتفالات بيه السنة دي للأسف في ظل ظروف إقليمية وعالمية متوترة جدا تسبب طبعا في ضمار وخراب كتير من البلاد والحقيقة إن كل الأحداث اللي بتحصل حوالينا بتخلينا نفتكر المقولة العظيمة اللي قالها الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام أنور السادات خلال خطاب النصر واللي طبعا ألقاه أمام البرلمان المصري واللي قال فيها لقد أصبح لهذا الوطن درعا وسعيف ودي المقولة اللي شايفينها بتتجسد قدام عينينا حاليا لقيته طبعا لولا القيادة الحكيمة المصري وكوت وصلابة الجيش المصري كممكن نشوف بلدنا زي كتير من البلاد طبعا اللي حوالينا وبما أننا لسه بنحتفل بالأيام العظيمة والنصر العظيم هيكون معنا دلوقتي صانع المحتوى الأستاذ محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم أكتر عن الحرب والسلام والأحداث اللي بتحصل حوالينا إزاي حضرتك؟ أهلا بحركي فانا أنا مبسوطا بحضرتك معايا النهاردة شرف ليكون موجود مع حركي والكل المتابعين هنحاول نلمي منك معلومات على قد ما نقدر نستفيد منها أنا في البداية عايزة أعرف من حضرتك إيه رأيك في الاحتفالات اللي حصلت بسبب طبعا الزكرة لحرب أكتوبر الاحتفالات اللي تمت من خلال حفلة تخرج الدفعة الجديدة أو الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية في العصام الإدرية الجديدة يعني لها دلالات كتير وليها أهمية كبيرة يمكن بذات أن هي أول دفعة تتخرج من العصام الإدرية فأول حاجة من الدلالة الأولى اللي ممكن نهتم بها ونأخذ بالنا منها هي المكان أو الموقع اللي حصلت فيه هذه الاحتفالات العظيمة وهي بالمناسبة احتفالية تجلب الفخر كده تشعر بالعزة والسعادة كل مصر يتابع الاحتفالية واللي حصل فيها لابد يكون مبسوط ولابد يكون رفع رأس الفوق كده على هذا المستوى العالي وهذه الحرفية وهذا الإتقان اللي شفناه في الحفل في كل الفقرات تقريبا يعني ولكن تبقى الدلالة الأولى فكرة أننا النهاردة بروح بعمل حفلة تخرج من العصام الإدرية اللي كانت في سنة 2016 أرض صحرة لاش أي حاجة خالص نهاردة لا احنا بننتقل بها بالحكومة كلها الحكومات اللي بدأت تنتقل على العصام الإدرية الجديدة بنشوف حفلة التخرج النهاردة بنشوف أن التفعيل أو تشغيل أكاديمية العسكرية المصرية في هذه الأفناء دي دلالة مهمة جدا نقدر نحن نتكلم بيها الحاجة التانية اللي لافتت نظرة والدلالة المهمة هو مستوى التدريب وحجم الكفاءة القتالية والجهيزية القتالية والانضباط واللاقة البدنية العالية اللي تمتع بيها الطلاب أو الموجودين داخل هذا العرض في هذه الأفناء هي ترفع الرأس مجموعة من الشباب الجميل اللي عنده أمل واللي هيبدأ أنه هو يضيف كثير من الحيوية والكثير من الانضباط والكثير من التضحيات داخل القوات المسلحة يعني نقوله نحن نضيف نهر جديد للنهر الكبير أو فرع جديد للنهر الكبير اللي هو القوات المسلحة المصرية ودي دلالة مهمة جدا نحن نخفل عنها أكيد طيب حضرتك شايف إيه هي الرسائل اللي ممكن نكون شوفناها من خلال العرض رسائل من الداخل وكمان من الخارج والله وحريك قلت فيه وضع إقليم المضطرب وعندنا إقليم مشتعل في كل الجبهات تقريبا وعندنا ممكن مصر محاطة نهاردة بعدد كبير من المشكلات من الاتجاهة الاستراتيجية الأربعة في وقت ممكن فيه أكتر من مشروع بيتنفس داخل الشرق الأوسط في وقت واحد فمصر بتحاول أنها من خلال هذا الاحتفال أنها تفكر العالم وتفكر كل المنطقة بالثوابت المصرية أو بالرؤية المصرية اللي هي تضمن السلامة والاستقرار لكل السكان ولكل الدول الموجودين في هذا القليل يمكن الرسالة الأولى كانت وجود أو حضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة المصر العربية الشقيقة وهي مرتبطة شوية بالذكرى حرب أكتوبر هي فكرة الدعم العربي زي ما حصل دعم عربي كبير مكة من مصر سياسيا ودبلوماسيا من فرض النصر أو تحقيق النصر الكبير على الجيش الإسرائيلي وتحييد الدعم الغرب الغير محدود لهم وتخلي الجبهة الغربية كلها بعد استخدام سلاح البترول في هذه المعركة تبدأ أنها تتوازن شوية في المواقف ما بين مصر وما بين الإسرائيل فوجود الشيخ محمد بن زايد ده مش جديد على هذه الاحتفالية دائما مصر حريصة كل سنة يكون في طرف عربي موجود في هذه الاحتفالية بالتحديد عشان تفكر العالم بهذه الرسالة الرسالة التانية قد تكون بعض الدول اللي هي بتظن أنها عن طريق استخدام القوة أو اللجوء للقوة الخشنة أو استخدام العنفة أو السلاح أنها حتقدر تنفذ مشروعاتها وخطتها التوسعية عن طريق هذا الأمر فمن خلال الحفل ومن خلال يعني مش عايز أقوله دي القوة الكاملة أو القوة الشاملة اللي هو قوات المسلحة لا ده ده وقادر اللي لسه متخرجين اضربوا على ده فقط ده مش كل اللي عند مصر ومش ده مش كل اللي عند جيش مصر دول فقط الدفعة الجديدة أو الشباب الجود اللي تخرجوا من هذه الدفعة اضربوا على الحاجات دي اللي هي بالنسبة لهم هم الأسلحة اللي بعض بيبص كده يقول إن هي يعني اللي هو يعني إزاي حنواجه وإزاي لأ اتطمنوا احنا قادرين وعندنا كل الخطط ومستعدين للحفاظ على بلدنا والحفاظ على مصر رسالة مهمة كمان للداخل إن بعض المصرين بيكون عندهم نعمل القلقة بحيث أنهم عندهم حتة إيه ربنا يسلوا إحنا في مرحلة صعبة إحنا نعمل إيه ده كله بيدرب ده كله لا اتطمنوا جيشكم بخير مصر بخير عندنا قوات مسلحة قادرة إنها تعبر بمصر هذه المرحلة وإن شاء الله نحقق كل الانتصارات وكل الهداف اللي احنا نشغلين عليها دلوحتي إن شاء الله طيب أستاذ محمد خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع تاني لحضرتك فضلك ترجمة نانسي قنقر هيفضل يوم 6 أكتوبر خالد في أزهان الشعب المصري لحد يوم الدين بكل ذكرياته وحكاياته وبطولاته اللي اتحكت واللي لسه ما اتحكتش هنفضل نحكي لولادنا وأحفادنا جيل بعد جيل عن المعجزة العسكرية اللي قامت بيها قواتنا المسلحة واللي خلتنا نقدر نسترد أرضنا ونرفع رأسنا وعلى مدار 51 سنة كان لنا ذكريات مع اليوم ده ذكريات بمجرد ما بنسمعها بييجي في بلنا مباشرة لحظات العبور وتحرير الأرض ذكريات كانت تريند في زمن ما قبل التريند واللي كان منها البيان رقم سبعة للقوات المسلحة المصرية واللي صدر يوم 6 أكتوبر عام 1973 البيان اللي كان بمثابة عودة الروح للشعب المصري بسم الله الرحمن الرحيم نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة وبعد أيام قليلة جداً من يوم العبور بست الإزاعة المصرية أغنية ما كانش في حد في مصر وقتها مش بيغنيها كنت تسمعها في كل بيت وفي كل شارع ومحل وعربية منين ما تمشي؟ هتسمع؟ وتمر الأيام ويجي يوم 16 أكتوبر 1973 اليوم اللي كان كل أحداث وقتها كانت بمسابة تريند عالمي بداية من موكب النصر للرئيس السادات ومعه قيادات القوات المسلحة لحد الخطاب التاريخي اللي ألقاه الرئيس السادات أمام البرلمان وتكلم عنه العالم كله خصوصاً لما قال الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام من التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات ومهما قلنا أو اتكلمنا الوقت مش هيكفي علشان نحكي كل الذكريات اللي عاشت وهتعيش في أزهان الشعب المصري مش هنقدر نوفي حق أبطال القوات المسلحة اللي هم درعوا وسيف هذا الوطن مش هنقدر نوفي حق قيادتها اللي خططت وزبطها وجنودها اللي رفعوا راية مصر عالية طيب حضرتك شايف إيه رأيك في حرب السوشيال ميديا اللي هي طبعا بقت مختلفة تماما عن حرب الجيوش والجنود إيه رأي حضرتك فيها؟ ما هي تطور للجيوش والدبابات والطيارات والمدافع كان زمان يقولوا إيه حرب جيل التالت إليه حرب كلاسيكية اللي هم نشوفها وهي أسهل بكتير على فكرة من حروب الجيل الرابع ويمكن الجيل الخامس بعد بلحصل في البيجرز في لبنان هنتقلنا كمان لخامس والسادس فحابب أقول إن حرب السوشيال ميديا السلاح اللي فيها هو الموبايل الموبايل اللي معنا ده ده سلاح ده مش مجرد أداة اتصال ولا أي حاجة مثلا ده سلاح في إيد حضرتك مواقع التواصل الاجتماعي اللي حداك بتخش عليها اللي بتغزي لك العقل اللواعي بتاعك بمجموعة من الإشاعات مجموعة من الأكاذيب تبدأ هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب تسود لك الرؤية قدامك في على أرض الواقع قد يكون إن فيه صعوبات كلنا بنعيش هذه الصعوبات عادي ولكن مش بدرجة السواد اللي بيدشاع أو اللي بتقال فيها في السوشيال ميديا السوشيال ميديا بتعتمد على مفهوم مهم وهو مفهوم الحرب النفسية إزاي أقنعك إنك تنزل تقتل نفسك أو تدمر نفسك أو تهد بلدك إزاي أقنعك إن الحياة مش نفعة وإن كل حاجة بايزة وإن كل حاجة تمام برغم أنت في حياتك عايش عادي جدا ما عندكش أي مشكلات هي المشكلات الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله على فكرة نحن عندنا عالم كله النهاردة عنده غلاء وعنده تضخم وعنده مشكلات اقتصادية نتيجة للأوضاع الأمنية الغير مستقرة في العالم كله ومش عندنا فالنهاردة عندنا حرب في شرق أوروبا عندنا حرب في شمال ووسط وغرب أفريقيا عندنا حرب دخلت على أمريكا أو التضخم عالي في أمريكا وساعدت من الخارج ويس يا دوبك الفايدة بدأت تنخفط شوية في البنك الفيدرالي الأمريكي فالظروف الاقتصادية النهاردة هي جوز من الحرب النفسية فلازم أكون عارف ومدرك إن الموبايل اللي معايا ده ده مش موبايل مش أداة ترفيه ده مش أداة أتصور بيها وارفع بيها سور وخلاص هو بيستخدم أولاً لبافة الطاقة السلبية نشر الشائعات والاختلاق الأكاذيب أو التصديق الأكاذيب داخلك إنك تبدأ من خلال هذا الموبايل اللي تنشر معلومات قد تضرب بالأمنك الشخصي وبالأمن القومي كله مظبوط فده بيحصل من غير ما ندرك فلابد أكون مدرك إن أنا ماسك موبايل سلاح فعلاً هو سلاح هو فعلاً سلاح أكون أنا ماسك الموبايل ده وبكلم ناس أنا مش عارفها في واحد تاني على الأدر سايد بتاعه أو الناحية التانية ماسك موبايل هو كمان أنا مش عارفه هو مين هو بيكلمني ليه هو عايز مني إيه بالضبط بيبعث لي اللينك ده ليه عايزني أنشر الخبر ده ليه وأنشر الرسالة دي العشرة عشان ما عرفش يحصل إيه وكل الحاجات اللي بنشوفها على السوشال ميديا ممكن بمناسبة السوشال ميديا بنبص على أكتر من خبر فيك جداً ولكن يدخل على الناس اللي ما عندهاش فكرة الوعي لازم يكون في عندي وعي كبير من داخل السوشال ويكون فاهم كويس قوي إيه هو اللي صح وإيه هو اللي غلط إيه هو اللي نعتبر إنه هو فيه نوع من الانحراف عن المصاري العالمي كله وأبدأ أقولك لا ده في مشكلة هنا وإيه هو الوضع العام أو المود العام للعالم اللي مصر بطبيعتها جزء منه فلما أتكلم عن أزمة اقتصادية وأتكلم عن أسعار مرتفعة وأتكلم عن كساد أعرف أن ده نتيجة لمود عام أو لتوجه دولي عام وأعرف أن ده نتيجة للأوضاع الأمنية اللي غير مستقرة إذن لما تستقر وتهدأ أكيد الاقتصاد حينضبط معها على طول شكل توقع شايف أن الحاجات اللي بتتقدم على السوشال ميديا كافية للأجيال اللي جاية إنهما يكونوا كده اطلعوا وعرفوا كثير قوي عن حرب أكتوبر لا مش حاسسة نهاية كافية لسه ومش قادرين ننقل فكرة الحرب دي أو التحدي اللي مصر يخيطه في الحرب دي بشكل صحيح أنا يهمني لي أن المعرفة أو الجيل الصغير أو الصعيد اللي يمكن ما عندهش معرفة كاملة بالحصل في حرب أكتوبر لأن العالم اختلف خليني نتفق أن العالم اللي دارت فيه أو الظروف الدولية اللي دارت فيها الحرب اختلفت تماما عن الظروف الدولية اللي احنا عايشين فيها النهاردة نزبط وحتى شكل الحياة وحتى أبجاديات الحياة البيوت الوسائل الاتصالات الوسائل الانتقال من مكان لمكان حتى حجم الرقعة السكنية أو حجم السكن المساحة السكنية في مصر زادت جدا عن مكانة موجودة بقى فيه نوع من الزحم بقى فيه نوع من الضغط على الخدمات كل التطورات دي لما بدأت تتحطي لما بدأت طلعت لجيل نوعا ما ما عندوش الفكر الكافي أو ما عندوش المعرفة الكافي لكن اللي بيحوض نقص الفكر ده أو نقص المعرفة ده فكرة الجينات احنا كمصريين عندنا جينات فينا كده تشعوري كده ان هي بتتحرك لاي رضية حامية يعني فعلا لما تلاقي مثلا ان حد بيغلط في مصر لاي واحد وما عندوش الفكر ولا عندو الثقافة ولا عندو حاجة بس لاي رضيين كده ومداخل شئات ازاي تقول كده في مصر وازاي فانا محتاج انامي الحتة دي زي بيقولوك دايما اللعيب الموهوب او لعيب الكرة الموهوبة مش كفاية لازم التدريب ولازم ادارتها بشكل علمي طب انا استثمر الانتماء الجيني ده او الانتماء الفطري اللي موجود داخل الشباب ده ازاي ابدأ بقى ادي له المحتوى الخفيف الليت اللي ناسبه لان معظم من الشباب اللي طالع ده يعني محتوى بيكون الليت او مش عايز انك تكلمه في حقائق عريضة او حقائق ضخمة لا هو عايز بالزبط معلومة مبسطة وسهلة معلومة مبسطة وسهلة في وقت قصير طبعا علشان خاطر تنقدر ان احنا نوصلها بشكل كويس او نوصلها لهذا الطالب او لهذا الطفل او لهذا الشاب اللي لسه في بات حياته او في مقتبل حياته بشكل مبسيط زي ما بيعمل الطيار المعادي للوطن هو الطيار المعادي اللي بينشروا الاشعاعات ده بيعمل ايه هو بيستخدم هذه التكتيكات اللي هي بتناسب الشباب ده ولكن خلينا نقول ان احنا عندنا الانتماء الجيني ده مانع مشكلات كتير وحرب زي حرب اكتوبر لازم الجيل ده يعرف التحديات بدعتها كويس قوي ويعرف هذه الحرب انتهت على ايه ويعرف هذه الحرب قدمت ايه لمصر وقدمت ايه لملطقة كلها الحرب دي حرب من الحروب المهمة في القرن العشرين كله مش لمصر وبس ولكن العالم كله مش لمصريهم لوحدهم ولا للشرق الاوسط طيب طيب بعيدة عن الاحتفالات هسأل حضرتك الصراع بين روسيا واوروبا هل ممكن يوصل لحرب عالمية تالتة من وجهة نظرك ولا هو الصراع مش بين روسيا واوروبا بشكل واضح هو الصراع النهاردة بين محور الشرقي كامل بيبدأ انه يتصق ينسق مواقفه السياسية ومواقفه الاتصادية مع بعضها المحور الشرقي ده اللي هو اللي فيه روسيا في الصين في كوريا الشمالية في ايران اللي اربع دول دول يمكن هما الكبار في المحور الشرقي المحور الغربي معانا امريكا وبريطانيا والنيتو وبعض من دول اللي هي المحسوب على الكتلة الغربية فكرة ان احنا نعيش زي ما قلنا من شوية نحن بنعيش ازمة اقتصادية ليه نعيش ازمة اقتصادية كجزء من الصراع ده ان لما بيكون في عندنا وضع عسكري بيكون غير معتاد او وضع عسكري او صراع عسكري على الاراضي زي ما بيحصل في الحرب الروسية الاوكرانية هل المفيد فيه ان هو يدخل في مرحلة صدام نووي او صدام عسكري الشام بينهم ومن بعض ولا نحاول ان نحن نلعب بالالعاب الغير تقليدية اللي هي زي الضغوط الاقتصادية زي فكرة الالعاب السياسية او الضغوط السياسية نحن نبدأ كل واحد يلعب على الجبهة الداخلية للطرف الآخر علشان خاطر الجبهة الداخلية لما تقع وتنهار فالطرف الثاني اللي وقع ده هو اللي بكسب الحرب هي دي الفكرة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي احنا قريدي جوه الحرب العالمية احنا قريدي جوه الحرب الشام هي موجودة هي موجودة هي موجودة هي قامت ولكن السؤال الحقيقي دي هو امتى هتنتقل من الشكل الغير نمطي ده اللي هو السورات الملونة اللي هو ضغوط الاقتصادية اللي هو إشاعة الأكاذيب الى المرحلة القوة الخشنة اللي هي فكرة الصدام العسكري المباشر من المهم بعض هل ده وارد انه يحصل ايوة وارد انه يحصل ولازم نكون عارفين ان الجزء من الازمة الاقتصادية سببه كده ان احنا ممكن في اي وقت تندلع مشكلات كبرى تندلع حقوب كبيرة نضطر ان احنا ناخد فيها مواقف نضطر ان يبقى فيها اجراءات وقت ما يحصل ده انا ما عنديش وقت استعد لازم اكون مستعد من دلوقتي لانه لما يحصل حاجة زي دي او يحصل سناريو زي ده لقدر الله لازم اكون مستعد وجاهز ليه من دلوقتي مظلو ما فيش حد بيستعد للحرب وهي شغالها لازم اكون مستعد لها قبل ما تبدأ ودايما بيتقال الجملة المهمة اذا اردت اذا اردت السلام استعد للحرب طول ما انت مستعد للحرب وجاهز لها اللي قدامك يعرف ان ملكش ملوش زكة معاك مش هيعرف اي يعمل معاك اي حاجة مش هيعرف اهدافه عن طريق الصدام الصراع الخشن او الصدام القوي ما بينك وما بينه فيبدأ يلجأ معاك بال السليب التقليدية والمفاوضات والاخذ والرد والطرق التقليدية دي انا في البداية الفقرة قلت طبعا جملة للرئيس الراحل السادات لقد اصبح لهذا الوطن درعا وسايف والمقصود بها طبعا انه هو الكوات المسلحة المصرية حضرك شايف ازاي حرب اكتوبر غيرت المعادلة السياسية والعسكرية في المنطقة لحد دلوقتي حقيقة السؤال ده مهم وصعب يعني السؤال ده عشان نجاوبه بجد محتاج حلقة الوحدية يعني هو محتاج حلقة لانه تفاصيله كتيرة جدا جدا يعني لكن انا حاول الخص الملقف حاول الخص سؤال ان رئيس السادات اللي ارحمه كان صاحب رؤية رؤية يعني يعني انا اشوف التحديات ومتغيرات اللي هتحصل في المستقبل وعلى اساسها ابدأ ااخد القرار النهاردة يمكن من الحاجات اللي كانت بتميز رئيس السادات عن اي رئيس مصر تاني هي فكرة رؤية الوضع الدولي او رؤية الوضع العالمي بشكل صحيح لما نقول ان رئيس السادات مثلا بعد حرب اكتوبر لما نخد القرارة حرب اكتوبر وهو قرار مش سهل ابدا لاي حد درس هذه المرحلة وشاف التحديات والصعوبات والمشكلات اللي قابلتها مصر في هذه المرحلة فهو خد قرار اقرب الى الانتحار العسكري ما خدش قرار من ايه من وسع او من باب الرفاهية لا هو ما كانش عنده وسع ما كانش عنده رفاهية ما كانش عنده حلول تانية هو كان بانتحر عسكريا وكانت مغامرة عسكرية ربنا اراد بكل توفيق ربنا سبحانه وتعالى انها تؤدي بالنجاح وتعبر بينا كلنا هذه المشكلة المتغيرات السياسية كتير يمكن ابرزها مثلا نحن لما بدأنا نخش في التفاقية السلام اللي كانت نتيجة للمنصر لتحقق في اكتوبر بدأنا نتحول من النظام الاشتراكي الى الرأسمالي توقعنا مثلا ان الدول اللي هي الاشتراكية لما تأخرت في اتخاذ هذا القرار وتفاجئت بسقوط الاتحاد السبيتي في التسعينات دخلت في مشكلة او مرحلة كبيرة جدا من عدم الاستقرار فلما جي حصل ان مصر يخذت القرار التحول في السبعينة سنة سبعة والسبعين وتمانية والسبعين كان عندها مساحة من الوقت انها تدير التحول غيرها ما كانش عنده الفرصة او ما كانش عنده القدرة انه يدير التحول فلبس في الحقيقة زي ما بيقولوا باللغة البسيطة او الشعبية على مستوى العسكري احنا خلقنا نوع من الموازنة العسكرية او من التوازن العسكري ما بينه ما بين العدو الاستراتيجي بتاعي او العدو الابدي بتاعي من خلال الوسيط اللي موجود داخل مواهدات السلام زي ما بيدينه حاجة بيديني حاجة زي ما بيدينه سلاح بيديني سلاح لان السلام السلام بين الطرفين بين مصر وبين الكيان هو قائم على التوازن الاستراتيجي ما بين الطرفين ويبدأ يكون فيه قدرة لي أنا كمصر خلال الفترة اللي فاتت الى الخمسين سنة اللي خدناها بعد اتفاقية السلام إن أنا ابني جيشي من واسعة أبدأ أحط كل النظم والأطر اللي تؤدي إلى بناء جيش وقوات مسلحة قادرة وقوية ومدربة وفاعلة من واسعة النظم التسليح النظم التمويل النظم التدريب كل المنظومات الخاصة بالقوات المسلحة قدرت أن أنا أحطها أو أن أنا أتصر فيها أو أن أنا أزرعها أو أنفزها على الأرض الوضع باحترافية وبشكل هادي حاجة تانية خلتني أنا كمصر من خلال التعرف على العالم وأبدأ أعرف المتغيرات اللي بتصل على سطح العالم من بدري إيه اللي بتغير في العالم والتغير ده ليه؟ إيه الهدف قصير المدى والهدف طويل المدى من هذا التغيير وغالباً بيكون فيه هدف قصير المدى كويس وهدف طويل المدى أو بعيد المدى مش كويس قوي فأبدأ أنا كمصر أعمل إيه؟ أشتغل على الاتنين أحط السيناريوهاتي صح لو كنا لسه في مرحلة حرب وفكرة إن إحنا أقدر نحارب ونعمل وبتاع بدون سلام وبدون تنمية وبدون تنمية اقتصادية وبدون توسعات وبدون الحاجات التي أعوانها الرئيس السادات من بعد حرب أكتوبر أو من بعد النصر اللي فرضته مصر بحرب أكتوبر على الطرف الآخر ما كناش حنقدر نعمل كل ده فقالوا لحرب أكتوبر ما كانش كل اللي إحنا وإننا ده حصل طب حضرك تفكر أن تأثير حرب أكتوبر انتهى مع انتهاء الحرب وطبعا بعد ذيها اتفاقية السلام وكده ولا لسه لحد دلوقتي التأثير ده موجود لا طبعا تأثير حتى هذه اللحظة موجود التأثير حرب أكتوبر ممتدة على مستوى العالم ليه لأن المنطقة العربية نفسها عموما هي منطقة مهمة جدا بالنسبة أنا أسميها الميدان الكوكب إحنا الميدان اللي هو في النص بين أسيا وأفريقيا وأوروبا فاللي كي من هنا رايح هنا لازم يعدي علينا طب إحنا لو عندنا مشكلة وعندنا حرب هيحصل إيه هيلف لفة كبيرة وهيتكلف تكلفة أكتر فلأ حرب أكتوبر أثرها موجودة حتى هذه اللحظة حرب أكتوبر زي ما قلنا في السؤال اللي فات ساعدت من أنا أبني جيش قوي ومدرب وقادر فطالما أنا عندي جيش قوي ومدرب وقادر إدري أنه يحقق عنصر الرضع لما بدأت أتعرف على نظام الدولي أو على نظام العالمي بشكل أكبر إدريت أعرف التركات إدريت أعرف بيسموه كده الأسئلة الصعبة أو الأسئلة تيجي من بره المنهجة جاوب عليها إزاي قدرت أرصد الصراعات قدرت أعرف التبعات بتاعت أي قرار لما بتتاخد بتبقى عاملة إزاي بالظبط جهست نفسي كويس قوي كمصر عشان خاطر أوصل لأنه وصلت له النهاردة يعني محدش يعتقد أن مرور مصر من مشكلة زي الأزمات الملوانة زي الصورات الملوانة اللي مررنا بيها أو أزمة الأزمات الاقتصادية اللي مررنا بيها أو كل المشكلات اللي حصلت في الفترة من 2011 لحد النهاردة سواء بحرب الإرهاب في سيناء سواء بمشكلات اللي مرد بيها مصر محدش يتوقع أنه ده مر بالصدفة لا ده مر لأنه عارفين التبعات كويس عارفين المخطط كويس قدرنا نرصد التهديدات قدرنا نرصد الأعداء بيفكروا في إيه فلما أنا عرفت العدو بتاعي بيفكر فيه قدرت أجهز نفسي بالحلول اللي قدر أحقق بها النصر بتاعي طيب إحنا طبعا حرب أكتوبر وانتصاراتنا في حرب أكتوبر كانت ما قبل الترند تفتكر حضرتك الناس طلقت إزاي في الخارج إن إحنا انتصرنا سواء من الشعوب الأجنبية أو القيادات طبعا كانوا خلاص يعني الموضوع معروف بس الشعوب الأجنبية طلقت الخبر إزاي دي كانت صدبة كبيرة ما كنوش مصدقين صحيح؟ أنا ما كنتش موجودة لسه وسيقيا نفسي أشوف يعني بس من خلال اللي شفناها في الكتب يعني كيك في هنري كيسنجر ما كانش فاكر إن الموضوع ده هيحصل لأن رئيس السيد برضو يعني قبل ما ياخد قرار الحرب كان حريص إنه يكون في أكتر من جولة للتفاوض ويحاول إنه هو يتكلم بزوء مع الناس ويحاول يقعد مع القوى الكبرى والقوى العظمى ويحاول يوسطها في الخير لكن زي ما بيقولوا كده مش هتاخد في المفاوضات أبعد من اللي هتاخده في حرب المعركة يعني أنا ما بقاش واخد في المعركة حد مثلا الشيخ زويد ويقول يخد العريش من عندي جدعانة ما بتحصلش السياسة مش كده لازم أكون هو عارف ومصدق ومقتنى يعني أنا أقدر أوصل لأبعد من العريش كمان عشان ندين العريش هو ده اللي حصل وده اللي حققته حرب أكتوبر فعدم الاهتمام الأمريكي برغبة رئيس السيدات في المفاوضات واللي وصلت في بعض المفاوضات لأن كيسنجر ويكتب مذكراته كان بيتاريع علينا يقوله يعني حتى كان وزير الخارجية المصر سيادة كان بيتكلم معاه بيقوله إحنا لو ما قدرناش نوصل لسلام ونسترجع أراضينا بالسلام هنعمل وحنساوي ومش عارف فكيسنجر بيولا أنا قلت له طب إحنا لو ما عملناش سلام إنت هتعمل لي فالرد واضح يعني الرد نفسه فيه صخرية جدا يعني الرد فكان محتاج إن كانت أمريكا أو الإسرائيل أو الغرب بشكل عام هو من يشعر أن المصريين قدرين على كده وده اللي حققته حرب أكتوبر لأن حجم التحديات والجاب أو الفجوة ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي في هذه الحرب ما ينفعش تتسد بسهولة يعني ما قدرش أقول أن مصر عبرت هذه الفجوة أو عبرت من هذا الجاب بشكل عادي وياسير لا خالص موضوع كان فيه تضحيات كتير هذه الفوارق عوضناها بشهداء كتير ناس كتير ضحت نفسها لأنها عاشت فترة الانكسار وعاشت فترة الهزيمة وكان كل إصرارهم يوم 6 أكتوبر ده ينرفع رأسنا ينموت ما كانش عندنا حل تالت وطن كان بينتحر أسكريا بشكل كامل إذن لما نجحنا وعبرنا القناة أكبر مانع مائي في العالم العالم كله بقاش مسدق من بهر طبعاً احتفالات السنواتي جاية في ظروف إقليمية صعبة جداً حضرتك يعني شايف الوضع الإقليمي إزاي؟ وهل ممكن يكون فيه حرب إقليمية شاملة ولا لا؟ أنا عارفة حضرتك بتحكليه بإذن أنا سألتك السؤال ده لا هو الوضع يعني الوضع مؤقت مش عايزين نجدب على الناس وزي ما أقول ووضع أمنية وأوضع أسكرية مش معتادة وفي عندنا نوع من بيسموه كده اللمبة الحمراء من نورة في العالم كله كل العالم النهاردة قافل على نفسه وكل العالم النهاردة بيحاول أنه هو يعني يستعد لأي شيء ممكن يكون مفاجئ أو أي شيء ممكن يكون غير مخطط لي الوضع الإقليمي ببساطة شديد هو السبب التعقيد فيه أنه بيجتمع فيه الصراع المحلي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والقضية الفلسطينية ورغبة الإسرائيليين في أنهم عايزين يصفوا القضية ويهجروا الفلسطينيين بره إلى أراضي فلسطينية مهتمين أوب أنهم يتوسعوا أو رغبة في الحصول على التوسع التالت لدولة إسرائيل بالحصول على أراضي الضفة الغربية وأراضي اقتعى غزة وأراضي جنوب لبنان ده أول الكلام ممكن لو مشت نعم يخش على سوريا ويعمل حاجات جميلة المخطط اللي احنا ممكن نلاقيها على الانترنت بالضبط وعلى فكرة المخططات دي ما هيش أسرار أسرارات بيحاول يقولون أن احنا بنبالغ لا والله دي أسرار مش أسرارات هي موجودة دي تصريحات من رئيس الحكومة اليمنية المتطرفة بنامين نتنياهو بنفسه هو نفسه قيل كده والوزراء عنده كلهم بيقولوا بنفس الكلام أنا مش بضحك عليك أنا بقولك اللي حاصل النقطة التانية هي فكرة الصراع الاقليمي وإزاي أن يكون فيه نظام اقليمي جديد وده الكلام اللي بنقول من أول الحرب وأكد عليه بين يميني تانية وفي خطاب الأمم المتحدة السنة دي لما رايح الأمم المتحدة مسك خارطين كده وقعد يقول لا معرفش إيه والحركة اللي احنا شفناها كلنا في الاجتماع الجمال عامة الأمم المتحدة الأخيرة والجزء التالت هو الصراع الدولي بقى اللي هما بين المعسكر الشرقي الجديد والمعسكر الغربي فلما يكون فيه عندي كل هذا النوع من المخططات وكل هذا النوع من الأهداف بيبقى فيه عندي نوع من الفوضى الفوضى اللي بتعطى لاستخدام القانون دايما لما يتعطى لاستخدام القانون استعدي بقى للفوضى فالفوضى اللي احنا شفناها في الإقليم بتاعنا السببها أن فيه قوة دولية منع تطبيق القانون ومش عايز يطبق القانون الدولي وكله بيلجأ للسلاح وكله بيلجأ للمواجهات العسكرية الخشنة عشان يفرض المشروع بتاعه ويفرض المخطط بتاعه أو عشان يوصل للأهداف بتاعته. ففيها زي الحالة طبيعي جدا أنا كمصر أكون مستعدة لأي ظرف يحصل بشكل مفاجئ. إحنا لسنا دعاة حرب بنحاول إن إحنا نجمع الأطراف كلها على طاولة المفاوضات وكل واحد يقول اللي عنده وكل واحد يقول عايز إيه ونحاول نوفق بين الأطراف وبعضيها. وإن شاء الله ده يضحق أتمنى ولكن بكل صراحة مش عادة أضحك على حضرك أو على المشاهدين نحن نتمنى أن الساعة المصرية تنجح ونتمنى للجهود المصرية اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيد تنجح وتكلل بالنجاح وناصر للسلام يا رب أتمنى إن شاء الله. أستاذ محمد صالحان بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا النهاردة ولمينا منك معلومات كثير قوي. أنا اللي بشكر حضركك على الصدفة الكريمة وكل التحية والتغير لك وكل مشاهدينك الكرام. مرسي حضرك. شكر جدا. وبكده يكون خلصت حلقيتنا النهاردة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع جاي في نفس المعيك. باي باي.